اعرض لحضراتكم النهاردة توائم اشهر الفنانين المصريين اهلا بكم متابعين قناة سيف تريند ياريت قبل ما نبدأ في حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا بالاشتراك في القناة كتير من الناس ما عرفوش ان عدد من النجوم ليهم اخوات توقم وعدد كبير منهم شبهة بعض لدرجة ان ما فيش حد يقدر يفرق ما بينهم علشان كده جمعت لكم معظم المشاهير مع توائمهم وبالرغم من ان نسبة التوقم المتشابهة بتكون قليلة جدا الان المشاهير دول فجأوا الجمهور بظهرهم مع اخواتهم التوقم اللي من الصعب التفريق ما بينهم وبين بعض وعلشان كده تابعوا معانا الحلقة لحد النهاية اول اتنين معانا اول توقم معانا رامي مالك وسامي مالك الممثل المشهور رامي مالك شقيق توقم هو وسامي وظهروا مع بعض في عدد من المناسبات وعلى السجادة واختار سامي طريق مختلف عن الشهرة والتمثيل اختار ان هو ويشتغل في مجال التدريس تاني توقم معانا هم وحسام حسن وابراهيم حسن واللي اطلق عليهم لقب توقم القرى المصرية بعد محققه شهرة كبيرة جدا وبعد اتزالهم اشتغلوا مع بعض واحد كمدير فني والتاني كمدرب تالت توقم معانا هم مع عمر عبدالجليل وتوقمه ايمن فاجأ عمر عبدالجليل جمهوره سنة 2013 بان ليه اخ توقم وهو الداعية ايمن عبدالجليل واكدوا ان هم بيحترموا حياة وشغل بعض والتوقم الرابع هي الفنانة نجلاء وشغلقتها الراحلة نورلين اشتغلوا مع بعض في مجال الدعاية والازياء واعلنت نجلة عن وفاة اختها في بوسط على الفيسبوك وعبرت عن حزنها الكبير الفجدان اختها ونصها التاني خمس توقم معانا هم والفنانة صفاء وهناء المغربي واللي اشتغلوا مع بعض في مجال الفن والغنى وحققوا نجاح وشهرة كبيرة جدا واطلق عليهم لقب توقم المغرب الاعلامي والتوقم اللي بعد كده هو واقل منصور وتوقمه وليد وبيظهروا مع بعض دايما في المناسبات العائلية وكمان الفنانة نجلاء فتحي ومونة فتحي رفضت مونة الدخول لعلام التمثيل وبالرغم من كل العروض اللي تم عرضها عليها وكانت حريصة دايما ان هي تبتعد عن كاميرات التصوير لكن اثناء حفل زفاف بنت اختها اتقت لها صور مع بعض المصورين واروح بعد كده لفؤاد المهندس وتوقمه سامي اللي كتير ما يعرفوش ان الفنان فؤاد المهندس كان ليه اخ شبيه جدا ليه ومحدش كان بيعرف يفرق ما بينهم وبعض الناس قالوا ان هو توقمه والبعض الاخر قال ان هو اخوه الصغير ونروح بعد كده بقى لفريد شوقي وتوقمه اللواء احمد عدد قليل جدا من اصدقاء فريد شوقي فقط هما اللي كانوا عارفين ان ليه اخ توقم لكن اثناء حفل زفاف فريد شوقي على الفنانة هودا سلطان اتفاجئ الجميع بظهور اخوه التوقم لاول مرة نروح بعد كده للفنان اماد حمدي واخوه عبد الرحمن حمدي كانوا شبه بعض جدا في كل حاجة لدرجة ان ما فيش حد كان بيقدر يفرق ما بينهم والمسير بقى في الموضوع ان مستواهم في الدراسة كان واحد وحصلوا على مجموع كلية الطب لكن ظرف اسطتهم المادية منعيتهم من دخولها فدخلوا كلية التجارة وبعدها كل واحد منهم اختار طريق مختلف فاتجه اماد حمدي للفن واتجه عبد الرحمن للرياض وروح الاخر فنانا معانا وهي زبيدة صروت وتقامتها حكمة اللي كانت متعلقة بيها لدرجة كبيرة جدا لدرجة ان هي كانت بتحضر معها التصوير وتعرض على حكمة التمثيل مع اختها لكنها رفضت وتجوزت في سنه صغير وبعد زواجها ما ظهرتش مع اختها الا في المناسبات بس وبكنا نبقى وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشرفنا باشتراكك في القناة شكرا